لم تكن الصرخات متظاهري البصرة لتسمع بين أروقة ساسة العراق الجدد لولا سيل الغضب العارم الذي أتى على مقرات الأحزاب والميليشيات في المدينة بل كان يراد له أن يجد صداه في الزنازين ومعتقلات الموت حالها كحال تجارب سابقة كشفت عن منهج حكومات ما بعد الاحتلال بالتعامل مع الغضب الشعبي ضرب بالرصاص الحي واعتقال إلى أجل غير مسمى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن احتجاجات البصرة تتصاعد مع فشل الحكومة في مواجهة الصخط المتزايد للسكان ضد تفشي الفساد بمؤسسات الدولة وأكدت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامدساني وجود تقارير وثقة استخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة تجاه المتظاهرين العزل متهمة الحكومة بعدم فتح تحقيقات جادة بشأن تلك الهجمات التي أودت بحياة أكثر من عشرين متظاهرا مطالبة بضرورة التحقيق بتورط القوات الحكومية بعمليات قتل المتظاهرين أما مسلسل القمع الحكومي فقد وصل ذروته بإعلان خلية الصقور التابعة للاستخبارات الحكومية اعتقال مجموعة من متظاهر البصرة بتهمة إحراق مقرات الأحزاب والميليشيات والقنصلية الإيرانية مؤكدة أنها بصدد إعلان أسمائهم وبث اعترافاتهم لكن منظمات حقوقية فندت الرواية الحكومية وقالت إن المعتقلين زجوا في السجون أثناء حملات الاعتقال العشوائية للقوات الحكومية وعلى رأسها خلية الصقور لتنتزع الاعترافات منهم تحت التعذيب محملة العباد مسؤولية ما يجري في المحافظة كما ناشدت 15 منظمة حقوقية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية والأمم المتحدة بالتحرك لحماية الشباب والناشطين من الاعتقالات التعسفية في البصرة وإن كانت السلطات الحكومية ومن في ركابها من ميليشيات واجدت الفرصة سانحة لوأد غضبة البصريين فإن الواقع والتاريخ يقولان إن الشعوب إذا غضبت لن تسكتها بندقية ظالم ولا وعد مسؤول ولا سوت لجلات